على ميادين الرماية بنادي الفروسية والرماية لاتحاد الشرطة الرياضي أقيمت بطولة الرماية الأولى لقادة قطاعات وزارة الداخلية والتي شملت فئة الفرد والفرق حيث شهدت البطولة مشاركة واسعة من القياديين وحققت نجاحا كبيرا المزيد في سياق التقرير التالي بمشاركة تسع قطاعات من وزارة الداخلية ولأول مرة تنظم فكرة بطولة الرماية لقادة قطاعات الداخلية حققت اتحاد الشرطة الرياضي نجاحا كبيرا تنظيميا وتنفسيا بعد تفاعل مثالي من قادة قطاعات وزارة الداخلية والتي أسفرت عن تميز قطاع أمن الوزارة بعد أن خطف العقيد عبدالله الحسن والعقيد الشيخ سعود الصباح المركزين الأول والثاني بفئة الفردي في حين حل بالمركز الثالث العميد حقوقي وليد الشاب من قطاع الأمن العام التجمع جميل ومن أول ما بلغني من الأخوة ضباط الارتباط لدار عامل التحقيقات أبلغوني في هذه البطولة فكنت مباشرة أعطيت موافقة لأن أعلم بمدى أهمية ومدى ضرورة الرماية لضباط الشرطة ولا يفوتنا في هذا المقام لأن نسجل شكر الجزيل للأخوة رئيس رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة وجميع الأخوة العاملين حقيقة ما قصروا هذا وقد كانت المنافسات حامية بين الفرق وجاء مسك الختام بتتويج قطاع أمن الوزارة بالمركز الأول والأمن العام ثانيا بينما حل قطاع الأمن الخاص بالمركز الثالث المرة الأولى اللي يعقد فيها على مستوى قيادات وشيء أثلج السدر من مستوى لهذه القيادات الشيء اللي أيضا تفاجأنا فيه أنه في حسم النتائج النهائية عدنا بعض المراكز لتقارب النتائج وهذا دليل على أن مستوى القادة إن شاء الله مستوى رفيع بالنسبة إلى رماية المسدس وإن شاء الله في المستقبل الغريب راح تكون هناك أيضا مسابقات خاصة لقيادات وزارة الداخلية لرفع هذا المستوى الأمني الخاص بوزارة الداخلية أنا أتوجه بالشكر السيدي معا لوزير الداخلية الشيخ ثامر الصباح وكذلك وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف الصباح على دعمهم هذه البطولة وكذلك دعم اتحاد الشرطة الرياضي لشكر موصول لهم على هذه البطولة وإقامة هذه البطولة وتجمع أكبر عدد من القادة وهي بطولة القادة الأولى للرماية ومثل ما شفتوا أنتوا اليوم لاحظتوا كل القادة تقريبا من جميع الغطاعات اليوم مشاركين دور كبير لاتحاد الشرطة الرياضي وعمل احترافي لمجلس إدارته بتنظيم البطولات وخلق أجواء تنافسية واحتد بدني وذهني لكافة قطاعات الداخلية بأنشطة رياضية تحققت أهدافها بالامتياز راد الشمري لتلفزيون دولة الكويت